السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم نهاردة بإذن الله عن طريقة أو كيفية تحويل الفيديو أو الأوديو من صيغة لصيغة أخرى يعني مثلا لو أنا عندي فيديو بصيغة mp4 وعاوز أحوله لصيغة mpg أو avi أو لو أنا عندي فيديو بصيغة mp4 وعاوز أحوله لmp3 أو لو أنا عندي mp3 صوتي يعني منف صوتي وعاوز أحوله لفيديو إزاي أحول من صيغة لصيغة أخرى طبعا عندنا برامج كتير ممكن نستخدمها في عملية التحويل أهمها برنامج يسمى بي format factory أو مصنع الصيغة إن شاء الله في الوصف بتاع الفيديو هنا حتلاقوا الرابط بتاع تحميل format factory أو حتلاقوا الرابط بتاع فيديو آخر الفيديو ده بيعرض آلية تحميل format factory طيب تعالا بقى نشوف إزاي حنستخدم برنامج format factory نفتح البرنامج بعد ما تفتح البرنامج هتلاقي فيه هنا في الشريط ده فيه صيغ كتير هتلاقي فيه الفيديو مثلا إنك فيه ال mkv والmove والavi وطبعا mp4 وفيه كمان mpg هتلاقي الصوت إنك تحاول تدمج صوت أو إنك تحاوله ل mp4 أو تحاوله لأي صيغة أخرى من دول أو إنك تحاول صورة لو كانت عندك جي بي جي مثلا تحاول بن جي أو غيره هتلاقي مثلا إنك تحاول pdf لحتمل وهكذا بقى هتلاقي فيه خيارات كتيرة تقدر تحاول من كذا لكذا من كذا لكذا طيب هنحاول إزاي أو هندرج الفيديو إزاي على format factory عشان نحاوله أول طريقة إنك تفتح مثلا الملف بعد ما تفتح الملف اللي إنت عاوز تجيبه أنا مثلا عاوز أحاول على جوستي ال mp4 عاوز أحاوله ال mp3 أعمل إيه أخذ على جوستي واروح على format factory وحطها هيتفتح لي القائمة دي القائمة دي بتحتوي على إيه بتحتوي على الصيغ صيغة الفيديو إنت حطت فيديو طبعا فإنت عاوز تحاوله إيه يا إما الفيديو يا إما الأوديو فبالتالي هو جايب لك الصيغة المتاحة بالنسبة للفيديو وكمان الصيغة المتاحة بالنسبة لأوديو أو للصوت فأنت تختار الصيغة اللي إنت عاوزها عاوز تحاول لهاتف أو تحاول ل mp4 عاوز تحاول لموف أو تحاول ل mpg أو إنت عاوز مش عاوز تحاوله الفيديو عاوز تحاول الصوت عاوز تحاول الصوت زي إيه عاوز تحاوله مثلا ل mp3 المهم تختار أنا عاوز حاوله مثلا على جوستي وكان mp4 عاوز أحاوله ل mp3 أختار mp3 وأختار من هنا ملف الإخراج إنت عاوز تطلعه فين هل إنت عاوز تخرجه في نفس المجلد يعني تلاقيه في نفس المكان بتاع ملف المصدر يعني هنا على جوستي تلاقيه على جوستي mp3 طلعت في نفس المكان أهي على جوستي على جوستي لأ طب أنا مش عاوز في نفس المكان أنا عاوز أغير المكان أتكى تغيير وأختار المكان اللي أنا عاوزه my computer مثلا d enemy أي حاجة وتتكى أوكي بس أنا عاوز في نفس المكان فبالتالي مش أتكى على أي حاجة بعد كده تتكى كلمة موافقة بعد ما تتكى موافقة هيطلع لك هنا قادي على جوستي mp3 والمفروض تحول عشان تبدأ عملية التحويل لازم تتكى بد بعد ما تتكى بد هيبدأ عملية التحويل أهو ثلاثة من عشرة خمسة من عشرة بدأ كده عملية التحويل لما ينتهي عملية التحويل من mp4 إلى mp3 هتلاقيه جاب لك إشعار ليه؟ لأن أنا عامل هنا إشعار بالاجتمال ومعلم عليها فحيطلع لي إشعار إنه خلص عملية التحويل من mp4 إلى mp3 هنستنى عملية التحويل كده وخلص عملية التحويل وجاء لي طبعا الإشعار هو العملية دي استغرقت 8 دقايق و 33 ثانية طيب لو أنا عاوز أفتح بقى الملف اللي أنا أخرجته ده أروح على المكان اللي أنا أخرجت عليه أنا طبعا كنت أعمل عملية الإخراج أو مختار إنه يتم الإخراج على نفس المجلد فبالتالي على جوستي الفيديو هتلاقي تحت هنا مصنع الصيغ أهو على جوستي تقدر تفتحه عاديا ما فيش أي مشكلة طيب لو أنا مش عارف أنا أخرجته فين أو موجود على أنه ملف أعمل إيه؟ بسيطة أفتح مصنع الصيغ أروح على المجلد اللي أنا حولته أهو واتكك للكيمين هتلاقي فيه إعدادات الإخراج مونتاج عرض ملف المصدر ملف المصدر يعني الـ MP4 اللي هو الفيديو ده تتكى عليه؟ حيفتح لك يعني لو تكيت على عرض ملف المصدر حيفتح لك الفيديو ذات نفسه اللي هو ده تمام؟ بعد كده فيه عرض الملف المخرج لو اتكيت عليه عيفتح لك الـ MP3 اهو بعد كده فيه فتح مجلد المصدر وفتح مجلد الإخراج مجلد يعني الملف أو المجلد اللي بيحتوي على ملف المصدر اللي هو بيحتوي على جوستي MP4 فتح مجلد الإخراج يعني الملف أو المجلد اللي بيحتوي على مصنع الصيغ على جوستي MP3 تمام؟ أنا طبعا عاوز ايه؟ عاوز اعرف مكان الإخراج فبالتالي حتك على فتح مجلد الإخراج هيجي فتح لي الملف أو المجلد اللي عليه مصنع الصيغ MP3 تمام؟ فاعرف المصار بتاعه من هنا ادي كمبيوتر دي تحميلات او ايان يكون الطريقة اللي انت بتعرف بها المصار تمام؟ ادي دي كتأول طريقة لإدراج الملف على format factory أو مصنع الصيغ والقيام بعملية التحويل فيه طريقة تانية تقدر تدرك بيها الفيديو على مصنع الصيغ من غير ما تسحبه بالموز ايه هي؟ انك تروح على الفيديو اللي انت عاوزه مثلا عاوز على جوستي برضو اتكك كليك يمين واختار من القيمة مصنع الصيغ بعد ما اختار مصنع الصيغ هيفتح لي القيمة دي القيمة دي بتحتوى على ايه؟ الفيديو أو الخيارات اللي انت ممكن تحولها له من MP4 إلى مثلا عاوز تحوله لموز عاوز تحوله لمفي آي عاوز تحوله لمبي جي ايان يكون الصغل اللي انت عاوز تحولها له او انت عاوز تحوله لصوت زي MP3 احنا المرة اللي فاتت حولنا لصوت فتكنا MP3 واختارنا الملف المخرج احنا عاوزه له في نفس المكان واتكنا موافق بعد ما اتكك موافق ايه اللي هيحصل بعد ما اتككنا موافق فتح لنا هوا هتتكك بدء بس وهيقوم بعملية التحويل ونفس الكلام اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت تمام؟ وبكده نكون عرفنا ازاي نحول الفيديو او الاوديو من صيغة لاخرى باستخدام برنامج فورمت فاكتوري او مصنع الصيغ واتمنى اكون في التوكولوب معلومة بوسيطة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة